ممكن نقف نفس مخضبة إحنا وعائلاتنا نقف نفس التبور نقف نفس بيوتنا ولا يوجد عندنا أكل أو شرف أو مياه أو أي شيء We need to put ourselves in their situation If this happened to us in our families in our areas, in our countries in our cities, in our towns in our villages, what our feeling would be with us, with our children with our sisters with our wives would you feel bad as they feel now would you become sick you see, would you become homeless as they are homeless now and this is the situation that at least one million one million Somali are suffering from and this is a situation where more than a million of Somalians will heal from it but I want you to think that you are in this great place and what I'm asking you to know today is to imagine that you could be facing the same situation they are facing nowadays no food no water no house they are in the middle of no man's land a prayer and help and support our brothers and sisters of Somalia keep helping them keep helping them and don't stop don't stop and we will see like this this is a responsibility that we are talking about whether it comes from governments comes from organizations come from individuals الاندفجارية يحباً هنا أمسؤولي الفردان موجودة هنا لا تعتمد على الأخرين واعتمد على نفسك في مساعدة هؤلاء الناس لا تعتمد على الانسي تعتمد على اكتباً الله سبحانه وتعالى في تساعد هذه الناس حتى الزخطة لا يمكنهم عمل جيداً كما يمكنهم دائماً ويستمرون هنا لأن هناك لديك اهلاً لا يوجد مرات لا يوجد مرات لقد قلت الكثير من الأشياء في المنزل من الأشياء لقد قلت الكثير من الأشياء لقد قلت كثير من الأشياء وهذا هو الأصدقاء من ثلاث سنوات نقول هذا الموضوع نقول هذا الموضوع فيه غفاف مفيش مطر هيا أيات الحكومات والمؤسسات الدولية نعمل شيء للصومال لكي نوقف هذه المأساة التي تتكرر كل عامين أو كل ثالث أعوام تحركوا على الأمدكر هؤلاء الناس لا يريدون أن يتسوالوا من rhythm هؤلاء الناس لا يريدون أن يتسوالوا منها ويعتمدوا علينا ويريدون أن أن يعملوا وينطقوا واستقلوا قد اثرهم ومجتمعهم ويمكن مجتمعهم ساعدوهم يساعدكم الله الناس ساعدكم الله حتى اللهم سوأ الله ساعدهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المناطق الزراعية الكبيرة جداً لمناطق الزراعية الكبيرة جداً لكن الأسف لعدم نظور المطر في خلال السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها أصبح الناس لكلهم مزارعين يخرجوا علشان يجدوا ما يستطيعون أن يحيون به وبنشكر النهاردة مؤسسة الإغاثة الإسلامية أي إغاثة الإسلامية العالمية في السعودية إنها بترتب توزيع لما أود إغاثية على أكتر من ألف أسرة في المنطقة دي اليوم نحن هنا في حضر في باكور في باكور ولكن في الحقيقة إنها تحتاجة بشكل جداً من المنطقة في المنطقة الثلاثة كل هذه المنطقة من المنطقة كل هذه المنطقة من المنطقة من المنطقة خبس المنطقة من المنطقة لأن هناك مطقة و لا ش nickname لن يوجد الكثير من المنطقة نة جادة و لكننا اليوم نمتها لها المنطقة من المنطقة لصحب إغاثة الإسلامية اللحظة انبالهم والموت انبالهم للتحين ان سمتعها ونرجو منكم الدعاء لهؤلاء الاخوة والأخوات لكي لا نصاب نحن أيضاً في بلدنا الأمنة بالقحت والقفاف وتصبح حالتنا أسوأ منهم سأأخذك دعاء لكل كانت أمن والزاة هنا الله يمكننا على سطحاتكم وفرحكم يا رب أسمكم بطريقة لتسهارية إلى هذا المتحدث جزاكم الله الخير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله